يستهدف الأحياء مرة تلو المرة ما مبررات؟ ماذا وافع مثل ذلك الاستهداد برأيك؟ هو جمال في تقطيري الاحتلال تحكمه مجموعة من العناصر وهو يتمادى ويستمر في ارتكاب المجازر والقتل والتدمير والتجويع والتهجير الأمر الأول جمال أن الاحتلال عندما بدأ هذا العدوان بدأه بدون هدف وبدون رؤية بدون مخطط واضح كيف يبدأ هذا العدوان وكيف ينهيه في تقديري أنه قرر أن يبدأ العدوان ولكن لا يعرفه إلى حد اللحظة كيف ينهيه ولذلك يستمر ويبحث عن مخرج وتحاول الولايات المتحدة الأمريكية أن تساعده على ذلك وأنت تذكر جمال المرة تلو المرة الولايات المتحدة الأمريكية تطالب وتضغط على الاحتلال من أجل أن يخرج برؤية حول اليوم التالي لأن سخط تذكرت اليوم التالي ولكن اليوم التالي لا يملك لأسباب أخرى تجعل الحرب تتواصل أو العدوان يتواصل وهي أنه كلما فكر بن يمين نتنياهو والاحتلال في اليوم التالي كلما وجد المقاومة لا تزال تواجهه لا تزال توقع فيه خسائر لأن اعترافه بالفشل العسكري وأن كتائب حماس ما زالت تقاوم وما زالت قادرة على تسديد ضربات موجعة للاحتلال إلى أي مدى يشير إلى الفشل الاستراتيجي العسكري حتى بالنسبة لجيش يعتبر الثامن عشر على مستوى العالم هذا أمر بات مفروغ منه باعتراف جنرالات الاحتلال باعتبار المجتمع الدولي باعتبار أخذ بعين الاعتبار يعني رأي الخبراء العسكريين في العالم هناك إجماع جمال على أن عملية غزة والعدوان على غزة فشل في تحقيق هدافه وكان الهدف الأساسي هو القضاء المقاومة القضاء المقاومة يكاد يكون وهم بكل المقيس لأنه في نهاية المطاف أنت تتحدث على القضاء على حركة تحر وطني لم يحدث أن تم القضاء على حركة تحر وطني الذي يتم القضاء عليه هو الاحتلال أما أن يتم القضاء على حركة تحر وطني هذا لم يحدث وهذا ما بأث الاحتلال الإسرائيلي على قناعة به عندما يكرر المتحدث باسم جيش الاحتلال فأن حماس فكرة نعم جمال إلى جانب هذا يعني الجميع تداول اليوم التقارير التي نشرتها نيويورك تايمز وتتحدث على أن كبار الجنرالات في الجيش الإسرائيلي يريدون وقف الحرب بشكل فوري في قطاع غزة لأن الجيش يتعرض لعملية استنزاف أو الجيش الإسرائيلي يتعرض لعملية استنزاف شاملة ووزير الدفاع البارحة قال أننا نحتاج 10 ألاف مجند آخر بينما جمال القوات الحالية هناك عملية استنزاف داخلها وأكثر من حوالي أكثر من 900 من المجندين ومن العسكريين قدموا استقالاتهم من الجيش الإسرائيلي إلى جانب هذا هناك قناعة لدى الجنرالات الإسرائيليين بأنه لا بد من وقف الحرب من أجل وقت استنزاف القوات الإسرائيلية لأنها إن استمرت ستكون خطر على الأمن القومي الإسرائيلي نفسه ولعل جمال هذا ما جعل الولايات المتحدة الأمريكية تستعمل هذه التقارير من أجل الضغط على نتنياهو من أجل أن يمضي في الهدنة ويتعامل بإيجابية مع مقترح بايدن ترجمة نانسي قنقر